الانطلاقة الشوط الثاني ينطلق الان سيداتي وسادتي الشوط الثاني على كاس المخفور للشيخ راشد بن محمد الخليفة لمسافة الـ 1200 متر للجياد الانتاج المحلي لوكل بانطلاقة الريادة هي التي تتصدر السباق من البداية سلالة بوكر بي وتليدا على صدارة هذا الشو بينما تلحق به ثانيا بني لو بيتسوب المرشح الثالثة في هذا الشو مع الفارس اندرو إليت بشعار H&R والمركز الثالث يتواجد المرشح الثاني مقصود مع الفارس جيمي كوين ناردين في المركز الرابع بمحادات السياج ورياش في المركز الخامس هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا زالت ريادة هي التي تتصدر السباق المركز الثاني انطلقت المرشح الثالثة بني لو بيتسوب بقيادة الفارس اندرو إليت وهناك محاولات أيضا من قبل ناردين بقيادة الفارس حسين مكي إذن الصدارة حتى الآن مع ريادة بريدو لا زال هي التي تتصدر السباق بينما انطلاقت بني لو بيتسوب مع الفارس اندرو إليت إذن هنا انطلاقت بني لو بيتسوب مع اندرو إليت تقدرب الآن منتزاع الشوط الثاني على كاس المقفول الشيخ راشد بن محمد آل خليفة إذن بني لو بيتسوب هي بطلة الشوط الثاني ريادة في المركز الثاني ناردين في المركز الثالث إنما المركز الرابع جاء به رياش فعلا أيها المتابعون الكرام المرشح الثالثة بني لو بيتسوب بقيادة الفارس اندرو إليت هي من تنتزع وتخطف صدارة الشوط الثاني ترجمة نانسي قنقر